احنا الاهل والزمالك جايز معنا جماعة ده ملخص بقى الاقتصاد بشكل عامل ده الاهل والزمالك طبعا دي طبعا دي أنا يعني دي برضو دي على فكرة دي بعد الهدف بعد هدف واحد صفر دي جول مية في المية الوينش داخل فيها بشكل كويس جدا دي جول مية في المية وحتى بعد ما صدها الاولناها الشناوي قاموا شالها تاني خد فاول حكم الدال وفاول بس دي من الكورات الصعبة للشناوي تعامل معها بشكل كويس دي طبعا ما ادرش يابن فيها حاجة الشناوي قفل على الراجل والراجل حطها بالعرض فيعني صعب على الشناوي يعني دي برضو عاملة عرضية تريبا دي طبعا كلها كلها ما حاولت ولكن ده انفراد ده الشناوي صده وبعد خد بالك بعد ما صده بصي بصي ياسر يا كابتن كاري انا عايزك بس يا ليت الكورة تقعد تاني يا جلال كده بعد اذنك هنا أرجعتين انا عايزك تشوف في ياسر بعد ما الشناوي صدهها من 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 كرة الهدف تاني. الامام ده الهدف تاني. طبعا الهدف صعب. لو ينفع ايه تاني يا جماعة بعد اذنك. انا عايز بس كشوف ياسر خب بالك الشناو ما كانش هيقوم. الشناو قام بالعافية. لان الشناو قال لي ياسر طلع طلع كورنر هو قاعد. ياريت تعيدها تاني يا جلال بعد اذنك. عشان دي لقطة مهمة جدا برضو نتكلم عليها. ممكن نعيد. ممكن نعيد. بص الشناو واقع. هو مش واقع بسبب لما تعامل مع الكرة من امام عشور. هو واقع من الخبطة الاولى بتاعت. لا ا انا عايز اعيدها من الاول الانفراد. قلت لو تجيبها لي من اول الانفراد. ايوا بس واحدة واحدة بقى. امشي بقى كده وياسر وشوف بقى شوف الاستضامة اللي حصل بين ياسر وبين الشناوي. اول ما ياسر يغبط في الشناو. اوقف بص بص يا كابتل. بص هنا الشناو بيعمل. يقول لي ياسر ايه. الشناو واقع على الارض هو طلع كورنر ياسر. طلع كورنر ياسر. وهو واقع. ما قامشي الشناوي غير لما الكرة قطعت من مين. والشناو هنا. متزمن. سيدره واخد كادمة جامدة جدا في كتفه وفي سيدره. اه. وفي انكر رجله. اه. من ياسر. اه. وهو مش قادر يقوم. اه. هو قام غصبا عنه بعد ما كورنر تقطعت من مين. من ياسر. طب احنا كل ده ما شوفناهوش. اثناء. اثناء المباراة. اه. كامل بقى كامل يا جدال. اه. وهو كان متساول انه خلاص ياسر ما هيخرج. خلاص ياسر خلاص يخرجه. هو كده كامل مباراة على فكرة. هو هو يعني مش هقولك مصاب. اه. بس كان عنده كادمة جامدة جدا. اه. بس بقى لكور لما تقطعت هنا. لا كامل بقى خلاص. خلاص كامل. كامل لحد ما تقطع بقى والهجمة تمشي عادي ونشوف الهدف الهدف التاني يعني. كل ده الشناوي بقول لي ياسر اه بقى. اه بص ده ما تقطع بدأ يعمل ايه الشناوي. بدأ بص 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 سيدره زي كابتن كريم. بص بص ايدي الشناوي على سيدره. بدأ اتعامل معاه طبعا. انما هدف صعب. مقدرش يحمل الشناوي الهدف. لان حطها بعيد قوي. والشناوي. رفرد إيده. فرد إيده اللا فرد في وقت الألم. يعني الشناوي طولو مش controlو. ماذا الله ميات نصرين يعني. tavalla لña بقولك الشناوي في الكرة دي هو شنين انفراض. صحا. إنما طبعاا الانفراد جي جول. صح. طبعا يعني هو في النهاية طبعا ياسر مش قصدو. يعني في النهاية طبعا. لا يسعر علي ياسرين. طبعا ايه?. طبعا عارف بس يعني انا بتكلم ايه يعني. في النهاية طبعا اللعبة كلها زي ما بي عندها اخطاء بي عندها ايجابيات. طبعا.